السلام عليكم كديري اللبس عليكم باخر نتمنى تكونوا باخر وعلى اخر في صحة جيدة وفي احسن الاحوال المتسبعين العزيز يولي اليوم اشتلكم عرض الواحد الشقة جميلة ما شاء الله وجدت في موقع جيد ممتاز جميع المواصلات متوفرين وجميع المرافق متوفرين وبتمن جيد مناسب قبل ما نبدأ في التفاصيل ديالها كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم على التشجيعات ديالكم للناوال المذكرية وعلى الكلام الطيب اللي دائما كتقولوا في حقي شكرا لكم ومرحبا بالمستبعين العزيز الاوفياء ديالي من جميع انحاء العالم واكيد داخل الوطن اللي دائما كيشجعوني وكيساندوني شكرا لكم وكنتمنى يا رب نكون عند حسنطن ديالكم ونكون خفيفة على قلوبكم ومرحبا بالنس اللي دخلوا اجداد القناة مرحبا بكم على بركة الله غادي نبدأ في التفاصيل ديال هات الشقة هادي شقة جيد ممتازة جات في موقع جميل مصلوحة كما كتشوفوا معي يعني السيدي اللاكي صالحة بالنسبة للشقة فيها صالون تبارك الله كبير فيها جوجة البيوش وفيها لاكويذين كبيرة كما كتشوفوا معي هادي لاكويذين كما كتشوفوا راح مصلوحة شوكية عندها جوجوة جهاز قبلية جميع بالنسبة للغرف راح جميع الغرف عندهم النوافذ يعني بشمسة على طول النهار بحكم انه جهاز شوكية وعندها جوجوة جيهاز فيها جوجوة بالكونات بالنسبة للوحد البالكو راح سيد مدخلوا يعني في البردمانتو ما غتشوفوا معايا في الفيديو هيتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع المعلومات راح كنتكر معاكم جميع المعلومات وجميع التفاصيل وغادي نخلي لكم الرقم صاحب الشقة تواصلوا معاه اللي بغي جيشوفها مرحبة في اي وقت ان شاء الله تواصلوا مع صاحب صاحب الشقة عفوا و جيشوفوها مرحبة كما كتشوفوا معايا شقة جيد ممتازة بالنسبة لهات الشقة هاديرة تتواجد في اناسي قرب مسجد الكوشي وجهة قريبة من جميع المرافق يعني كل شي متوفر للمدارس للمسجد الحمام مرافق العمومية كل شي متوفر يعني كل شي كين حداك بالنسبة التامان صاحب الشقة يطلب فيها 38 مليون قابلة القليل من نقاش وراه مساحة جيد ممتازة جات كتتواجد كما قلت لكم في اناسي جميع المواصلة متوفرين بالنسبة الاصلاحات يعني راح مسلوحة ما شاء الله اللي خداها راح ما غيزيد فيها والو بالنسبة الواحد البالكو راح مدخله اه تقريبا هدا هو البالكو يعني راح مدخله دير فيه بلا كارات كما كتشوفو معايا المهم تتبعوا لفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع المعلومات وجميع التفاصيل بخصوص هات الشقة هذي بالنسبة لهات الشقة هذي راح تتواجد في اناسي كترية ميطاج ربعة سكل كينين في الطاج جات في اقامة محروصة اقامة نقية فالدروف الانتقال دكشي على السيد بغي يبيع الله يسهل عليه يا رب ويسر الجميع واي واحد كيتمنشي حاجة اللي يسر لي فيها يا رب كما كتشوفو معايا هذي هي الشقة ما شاء الله شقة جيد ممتازة مسلوحة نقية وجدت في موقع يعني راح بالنسبة الاناسي راح جميع المواصلات متوفرين يعني كل شي كين حدك بالنسبة للناس اللي تسولوا على الشقة اللي تتواجد في اناسي كترية ميطاج في هذيك تبعت والبردمان اللي كانت عندنا ستة وثلاثين مليون تبعت بالنسبة لبرومير غي طاج والدوزيا ميطاج اللي تتواجدوا في باب اناسي كترية ميطاج والدوزيا ميطاج اتباعوا اه بالنسبة للشقة اللي ستواجد اه قرب الضمن اجتماعي شارع محمد زفزاف حي الولاء اه سفلية عالية كلا كافعد باش كين الشقة ربعة وسبعين مدخ راح مازال متوفرة اللي كيقلب على سفلية راح هاد الشقة هالي جيد ممتازة وباغت باع الظروف الانتقال فاللي بغاها مرحبا بالنسبة الشقة اللي ستواجد عندنا في اقامة ولي اللي تباعش كنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الطن ديالكم ونكون نفيدكم ولو بشي حاجة بسيطة وحتى انتموا بدوركم الى اعجبكم المحتوى وباليكم كيس ساحق تجيعات ديالكم فما تبخلوش عليا بالجيمات والبرتاج للقناة مع العائلة والاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة وتجعوني حتى انا نزيد نحط اكتر ونزيد نجيب لكم الجديد وراح دائما كي الجديد ودائما كي البرتماس في متناول جميع ان شاء الله غادي نشاركهم معاكم الناس اللي سيسولوا على البرنوسي راح كين عدنا شقاق في البرنوسي كي البرتماس اللي تباعو كي البرتماس اللي ما زال فاللي بغا شي حاجة في البرنوسي مرحبا راح كين عدنا بخوميا غيطاج اربعة وستين اه متر تمن ديلها تمانية واربعين مليون اللي بغاها مرحبا وكين عدنا ببرتما في اقامة الشباب عين سبع ببرتما جميلة بخوميا غيطاج مشمسة حتى هي مازال متوفرة اللي بغاها مرحبا بالنسبة لسيدي مومن الناس اللي سيسولوا على سيدي مومن راح كين عدنا ببرتماس في سيدي مومن بالنسبة الشقة اللي ستتواجد في عين سبع تروازية ميطاج تباعث او بالنسبة لبرتما اللي ستتواجد اه تواجد في الازهر عفوا راح مازال متوفرة بخوميا غيطاج ربعا وستين مات خوكين عدنا صفلية حتى هي مازال متوفرة اللي بغاهم مرحبا بالنسبة لصفلية الثمن ديالها هو ثلاثة وثلاثين مليون قابلة للنقاش وبالنسبة للشقة اللي ستتواجد في الازهر بخوميا غيطاج الثمن ديالها هو ثلاثة وثلاثين مليون قابلة للنقاش وغادي نعود معاكم المعلومات بخصوص هات الشقة هادي باش الناس اللي دخلوا اجداد يعرفوا التفاصيل ديالها بالنسبة لهات الشقة هادي ستتواجد في انا سيد دار البيضاء جات في موقع جيد ممتاز جميع المرافق متوفرين وجميع المواصلات متوفرين بالنسبة للشقة فيها سالون كبير فيها جوش البيوت لا كويزين وفيها جوش البالكونات بالنسبة لواحد البالكوراسي دم دخلوا في البردماء فيها الحمام وسيجور مهم تبعوا له فيديو من الاول حتى الاخر باشتعرفوا جميع التفاصيل وجميع المعلومات بخصوص هات الشقة هادي بالنسبة للتامان سيد يطلب فيها ثمانية وثلاثين مليون قابلة القليل من نقاش راه غادي نخلي لكم رقم صاحب الشقة تواصلوا معاه واللي بغا اه يجي يشوفها مرحبا ويكون خير ان شاء الله الله يسر ليه الامور وليسهل على الجميع يا رب اي واحد كيتمنى شي حاجة اللي سهل لي هي اللي سهل لي فيها يا رب بالنسبة للشقة ستتواجد في الكاتر يا ميتاج جات في اقامة محروصة اقامة نقية بالنسبة لمواصلات رجمي المواصلات متوفرين يعني كل شي كي نحدك بالنسبة البرد ما هادي ستتواجد قرب مسجد الكوشي بالنسبة للغرف راه جميع الغرف عندهم النوافد جات شوكية عندها جوج واجهات بشمسة على طول النهار يعني شمسة راه على طول النهار كان هدا هو الفيديو ديال اليوم كانتمنى ان الاعجاب ديالكم ونكون كنفيدكم لو بشي حاجة بسيطة وحتى ان شما بيدوركم الى اعجبكم المحتوى وباليكم كي ساحق تشجيعات ديالكم فما تبخلو شلية بيجي ماش والبرد للقناة مع العائلة والاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة وتشجعوني حتى انا نحطي اكثر ونزيد نجيب لكم الجديد وراه دائما كي الجديد ان شاء الله ودائما كي نبرد ماس غادي نشاركهم معاكم فالله يسر الجميع يا رب اي واحد بغي يحطى ديالنا شي ببرد ما مرحبه والف مرحبه معلكم الا تواصلوا معنا نجيو نصوروا بالنسبة للناس كي يصوروا ويرسلوا لي الفيديوهات دياله من الله يجازيكم باخير يكون تصوير واضح ويكون بالعرض ديال تليفو الماشي بالطول وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى لنا الاعجاب ديالكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال يا رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة